المتل ما بيقولوا الجسم السليم هو عبارة عن 70% بالمطبخ و 30% بممارسة الرياضة الشاف جزيف اليوم لحيعلمنا على وصفات فينا ناخدها بعد أي مجهود جسدي أو ممارسة الرياضة هاي شيف هاي شو رأيك بيقولوا انه جسم السليم بيصنع بالمطبخ مية بالمية بالمية بالمطبخ لكن من الجسم لا ايدي ماقولي لألك كشف ما فينا ناخدها مية بالمية عم بحكة عن خالية على كل العالم ايه اكيد لهو المقولة مضبوطة وكيدة هالبرنامج هو نقدر ان نفسر شوية عن قصة الغياضة اما اكل قبل الغياضة الاكل الصحي ايه الاكل الصحي 80% اما 70% من حياتنا هي بالمطبخ الاكل طبعا شو مناقل اكل صحي 30% اما 20% هن بالجيم حسب اكيد لكل شهر شو بيشتغل كمان فالاشخاص اللي بيشتغلوا كتير وقت طويل مثلا وقت اطول بدنا الاكل اكتر اما بيتعبوا اكتر والاشخاص اللي بيشتغلوا شغل مكتبة فالاكل بيكون صحي وخفيف اقل والرياضة اكتر اكيدة المقصود من هالحلقات انه نعرف نحنا شو لازم اكلنا بعد ما نعمل رياضة اما قبل ما نعمل رياضة هلا اليوم هالحلقه عن بعض الرياضة مش بس اجبار الرياضة اللي هي بالجيم فيها تكون الاشخاص اللي بيعملوا بسكولات اشخاص اللي بيعملوا ركد بس اشخاص اللي بيشتغلوا شغل متعب ما اجبار تكون انه بس بس انه بني هي اي مجهود جسدي بيصير حلو لانه عملت رياضة ومدرشو بس ما عم مضعف ليش سبب بيكون لان الجسم عم بيعمل بلوك لحاله اوكي فالهدف لانه عملنا رياضة احنا اليوم عملنا رياضة عالضهر من هنأكل شي بعضون يرزينا اوكيد اول شي نسأل اخصائي تغذية المدرب وبعدين من هون بنطلق حتى الوصفات اللي انا بنقينه اليوم اكيد مش انا مختراعهم هود نشايفهم فتت على مجلات وعلى ويبسايت صحية هن بينصحوا بها الشغلات اكيد مش من عندها لانه انا مش شغلتي اقدر اعطي وصفات غزائية مازموك فحسب ما بيقولوا انه لازم بعد غياضة نعود الكارب نعود الفات نعود اللي صرفناه خلال النهار بس اكيد بكميات قليلة اوكي فاللي حنستعمل حنستعمل لحمة بيسموها لين اما هضرة يعني مية بالمية لحمة قد ما فيها ما يكون فيها دهون حناخد بروتين بريد اللي هو الخبز معمول من الحبوب مثل البومكين سيد بزرل القطين بزرل كتين كمان منلاقيها بكل السوبر ماركت يمنع حجام مية بالمية هيدا بساعدنا كمان نعود لبروتينيين فالليك قده كمية البروتينيين عم نفكر فيها فيها هيدا المكهات وشستر شاير صوص لهنه بتاعتها مثل طعم الدخان لنزبط طعمة الاكل انه يكون منبسط فيه من ما نحسه أصاصي ما يكون العكل ببسط طعمة شوية الفلايف اللي هيعطينا فيتامن سيبا لاكل يعود طاقة كتشب سكر بنادورة بوتاسيوم شوية زغيرة على الخفيف على الخفيف منكاتيرون هنعمل مثل هامبرجر أعتبرها كافتة نسميها لكن هيدا غداية اليوم مية بالمية هناخد هلأ سكينة لنفهم البصلة في كتير ناس يعني فكرة هالحلقة كتير مهمة يا شاف لانه في كتير ناس ما بيعرفوا شي ياخدوا قبل ممارسة الرياضة وما بيعرفوا شي ياخدوا بعد ممارسة الرياضة وحتى بيقولوا انه ما لحفوظ بمتل ما بيقولوا بهاي الفكرة كلها لانه كلها مكلفة انه ما نتسجل بالجيم ما نتكلف على الاكل لانه بيعرفوا في منهم تشوف يعني بالسوبر ماركت كل شي لايت أو ضايت تلاقيه سعرها غالي لأ هيا نعم نستعمل اشيه بالبيت من حواضر البيت لنعمل اكل صحي وتاني شي مش شرط يعني نروح نتكلف بني ويد الرياضة فينا نعمل اي رياضة نحرق جسمنا فيها بس انا شخصيا ضد كل شي اسمه دايت يعني هذا بيقولك بس انا حليب سكيمت اكيد إلا إذا عنا حالة مغادية بس انا هم نحكي على اشخاص العادية يعني الشخص عادي عنده شوية نصاحة اما بده يعمل اما ما عنده شي بيععمل سبور عادي انا ضد الاشياء اللي هي اسمه لايت لازم ناخد الامور مثل ما هي طبيعية بس هي بالنهاية الكمية لمنكلها ما فينا اكل خمسة كيلو لبن لايت قول عم بعمل الرجيمة بس خمسة كيلو لبن لايت فينا قدي كالوريز حتى لو ما فيها فات فيها كالوريز من البروتين فيها كالوريز من اي محل داني اهم الشي الكمية والنوعية والكالوريز هي بالنهاية لأي اضاية تعمليها بتعتمد على الكالوريز شو انا عم بيكل الاجئة اللي بيبنعوك عنهم فات اما سبكة يعني شو مسلا بقعد بحمل الكالكوليتر كله النهاري يا شخص لا 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 بس ني منحدد كمية اللي عم نكلها اوكي ناكل خمس مرات بنهار ما ست مرات بس كمية مقبولة ما تناكل جاترز لان انا مطلوب ناكل كالوريز بسار متلمين بيأكل جاترز اوكيد مشانا اوكيد مشانا الجيران كلهم بحبوا مطعف ليش بيكل ادرز